يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة بلغ مليون وخمسمائة ألف ومئة وتسعين شخصا فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم تسعمائة وتسعة وخمسين ألف وخمسمائة وسبعة وعشرين شخصا هذا ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة المبادرة والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية